اشتركوا في القناة ومنها مؤتمر الشراكة التجارية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة بالعاصمة لندن معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين في بريطانيا اكد خلال كلمته انه في الوقت الذي تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تبقى العلاقات الاقتصادية بين البلدين اقوى من اي وقت مضى مشيرا الى ان الاستثمارات البحرينية في المملكة المتحدة تصل الى اكثر من 20 مليار جنيه السريني تمتد الى العديد من القطاعات كالعكارات والسيارات والنفط والغاز والاسهم الخاصة مضيفا ان الشراكة التاريخية قد صمدت امام اختبار الزمن ليفتح المؤتمر البابة امام الفرص الاثمارية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين اعتقد ان العلاقات بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين كانت وما زالت متينة وخلال اكثر من 200 عام اثبتت متانتها فعلاقاتنا الدبلوماسية رائعة وكذلك علاقة القادة والمواطنين واعتقد ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي له تأثير ايجابي فبريطانيا سوف تعمل على ايجاد علاقة اقوى في مجال التجارة مع البحرين والشركات الكبيرة المتواجدة هناك واعتقد ان كل المملكتين سيعملون بجهود اكبر للحفاظ على هذا الجانب من العلاقات بريطانيا كدولة تفكر ان توسع اطاق الاستثمار خاصة مع الدول الخليج وتماما مع المملكة البحرين وما في شك انه نحن كبنك الاهل المتحد في بريطانيا نشجع هالفرص ونقدر نعطي الادارة والدلائل الى الشركات البريطانية والاجنبية الاوروبية كمان انه تستثمر في البحرين وهذا الهدف الانسب لنا المؤتمر ناقش الاستثمارات البحرينية في بريطانيا مسلطا الضوء على العائدات والارادات المالية واتاحة فرص العمل في المملكة المتحدة وهو ما تمثل في توظيف شركة مكلارين للسيارات 3500 شخص بريطاني بالاضافة الى شركة انفيست كورب التي تقدر استثماراتها في بريطانيا ب14 مليار دولار اعتقد ان المستقبل مشرق امامنا وذلك لاننا نعمل مع عدد من المستثمرين البحرينيين وكذلك مع المستثمرين البريطانيين المتواجدين في مملكة البحرين الكثير اعتقدوا اننا وخلال عام 2017 سينخفض مستوى الاستثمار والعلاقات التجارية خاصة في مرحلة المفاوضات لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ولكني ارى وضمن اختصاصي ان هناك زيادة في الاستثمار في بريطانيا وخاصة في مجال المشاريع السكنية ومجالات اقتصادية اخرى رغم انخفاض الجنيه الاسترليني ولكن هناك جهود تبذل وهذه بحد ذاتها اخبار سارة ونحن سعداء لذلك العلاقة متينة جدا وقوية جدا وطبعا ممتلكات استثمرت كثيرا هنا والشركة التي انا امثلها هي انكوست التي فتحتها هنا استثمرت تقريبا 4 بلايين باوند في الطاقة هنا في بريطانيا وتطرق المؤتمر الى اهمية السوق البحريني وموقع المملكة الاستراتيجي في قلب سوق الخليج البالغ قيمته 1.6 تريليون دولار والمقدر نموها الى تريليوني دولار في عام 2020 بالاضافة الى سمعة مملكة البحرين كمركز مالي اقليمي تعتبره بريطانيا اوسع مجتمع للاعمال في منطقة الخليج تطلع واسع للعلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة يروج من خلاله الشركاء الاقتصاديون للفرص الاستثمارية بين البلدين وخاصة الفرص المتاحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي عبد الجمال تلفزيون مملكة البحرين لندن